ما تشوفوا الحقيقة بقى 566 جندي وظابط إسرائيلي قتلوا منذ بداية الغزو البردي كمين ورا كمين وصلابة الشعب الفلسطيني الذي لا يقهر بينما يعيش المجتمع الإسرائيلي أسوأ كوابيس وعايش في الخنادق عايش في حالة رعب وحكومة المجرم مجرم الحرب نتنياهو تعيش أبشع أيامها لتصل إلى محكمة العدل الدولية لأول مرة منذ قيامه في 48 النجاح الوحيد لا قلوا يقول يعني كده أنا غير منصفة النجاح الوحيد لحقايته إسرائيل فيه نجاح طبعا تحت قيادة يمنها المتطرف المجنون هو أنها قتلت قرابة 30 ألف من المدنيين العزل أكثرهم وأكثر من نصفهم من النساء والأطفال النجاح الوحيد اللي حققوه هو تشريد أكتر من مليون ونصف فلسطيني تركوهم في العراء منعوا عنهم الطعام والماء والدواء خلوا الأمراض تكلهم قبل ما بيكلهم القصف بدعوة أن هم بيحاربوا الإرهاب وهم الإرهابيين النجاح الوحيد لحقايته إسرائيل هو أن العالم كله مزدوج المعايير ما زال يدعم إسرائيل يساندها بدعوة القضاء على الإرهاب وكأن صور إرهاب الأطفال والنساء وكبار السن ليست إرهاباً لا قانون دولي لا قانون دولي محدش يطلب من أي دولة تحترم القانون الدولي لا قانون دولي في ظل دولة مجنونة بوزراء أكثر جناناً وهذياناً كل شوية دوروا على شماعة وكل ما يتزينقوا يقتلوا كل ما يتزينقوا يقتلوا يعملوا عملية عسكرية أكبر عملية عسكرية أكبر وأمريكا تطلع تقول لك آه أسطن بيدوروا على الحماس أسطن حماس إرهابية ولازم ندور على الحماس خليكم بقى دوروا على حماس وقتلوا خلاص هم هذه حرب إبادة مكتملة الأركان